موسيقى السلام عليكم من الواضح من القراءات المتسلسلة لمجريات الأحداث في بلاد الشام لا يريد النظام السوري الانخراط في المعركة بين حزب الله والكيان الصهيوني وقساد الظن أن سبب ذلك عندما تعلق الأمر بإسناد غزة يعود إلى موقف النظام السلبي من حركة حماس لكن عدم إبداء أي موقف حتى ولو كلامي يكشف عن مسافة مع محور المقاومة تجل صراحة خلال الأشهر الأخيرة والتي امتنع فيها النظام عبر وسائل إعلامه عن بث خطابات نصر الله والتي كانت مؤشرا صريحا إلى أن المواجهة ذاهبة إلى تصعيد كبير خاصة بعد اغتيال المسؤول العسكري الأول للحزب فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية في الثلاثين من تموز يوليو الماضي متابعون لشأن السوري قالوا إن النظام السوري لا يمتلك المقاومات العسكرية لدعم حزب الله بعد أن بات السوريا مكشوفة بصورة تامة أمام إسرائيل التي نفذت عليها عددا كبيرا من العمليات العسكرية مستهدفة الوجود الإيراني ومن الواضح جدا وبما لا يقبل الشك أن النظام ليس في وضع يستطيع المشاركة العسكرية لكن الوقائع تبين أنه لا يريد ذلك ولو على نحو الرمزي وإلا كيف نفسر موقف الأسد مما جرى ويجري في لبنان حيث وصف موقف النظام السوري بالمتفرج عما يعاني حزب الله ومن قبله قطاع غزة أمام الضربات الإسرائيلية الموجعة سواء استهداف الضاحية أو زعيم حزب الله حسن نصر الله الذي قال في وقت سابق من الأوقات أنه مستعد للذهاب بنفسه إلى سوريا لمحاربة الإرهابيين على حد وصفه هناك أحاديث تكرى على موقف النظام السوري تعزى إلى رغبة موسكو في ابتعاد بشار الأسد عما يسمى بمحور المقاومة وهذا بحسب المفاهيم السياسية أن دمشق ربما أقول ربما تريد الخروج من عباءة إيران وهذا لن يحصل أبدا وذلك لتغلغل النفوذ الإيراني في سوريا منذ اندلاع الثورة عام 2011 وتحكمه بالقرار والمشهد السياسي والعسكري وما زيارة وزير خارجية إيران عباس عراقشي ولقاؤه ببشار الأسد قبل عدة أيام إلا دليل على بقاء النظام تابعا ذليلا لولاية الفقيه كما يصفها المراقبون السوريون وضمن هذه المعطيات نطرح مجموعة من التساؤلات لماذا يبدو موقف النظام السوري من الحرب الإسرائيلية ضد حزب الله الأكثر إثارة للاهتمام والمراقبة ما حقيقة توجيه إسرائيل ضربة لن تستثني في مرحلة ثانية استهداف النظام السوري هل يرتبط النظام السوري وحزب الله بوحدة المصير ضمن ما يسمى بمحور المقاومة وما يلحق أحدهما من ضرر سينعكس تلقائيا على الطرف الآخر وهل من المتوقع أن يرد النظام السوري على الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت حي المزة في العاصمة دمشق أكثر من مرة وقتلت قيادين من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الحليفين القويين للنظام وأين صوت بشار الأسد الذي اكتفت الرئاسة السورية برسالة خجولة نعت فيه نصر الله مما اعتبرها المراقبون أنها واجب شكلي هدفها رفع الحرج لا أكثر عن الرئيس الأسد ومغاية موسكو التي بحثت من خلال وزير خارجيتها سيرجي لافروف العام الماضي مسألة أساسية وهي ضرورة إعفاء النظام السوري من التزامات ما يعرف بمحور المقاومة هذه المحاور وغيرها سنترحها في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع الذي يحمل عنوان هل خرج نظام الأسد من محور المقاومة سيكون معنا عبر سكايب رئيس هيئة الإنقاذ السوري الدكتور أسامة الملوحي مرحبا بكم دكتور أسامة حياكم الله والإعلامي والباحث السياسي الأستاذ زياد المنجد أستاذ زياد مرحبا بكم أهلا وسهلا بك أخي العجيب حياك الله مشاهدين وسيلتحق معنا الكاتب والصحفي الأستاذ أحمد كامل أستاذ أحمد موجود معنا أهلا ومرحبا بكم أستاذ أحمد مرحبا حياك الله مشاهدين الكرام ضيوفنا سنذهب إلى فاصل قصير ونعود بإذن الله موسيقى 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 أجدد الترحيب بضيوفنا دكتور أسامة جاهز دكتور أسامة طيب دكتور أسامة مرحبا بكم دكتور كما تعرف يعني لم يصدر أي تصريح من قبل بشار الأسد يبدو أن دكتور أسامة غير جاهز أنتقل إلى أستاذ زياد المنجد أستاذ زياد من الواضح من القراءات المتسلسلة لمجريات الأحداث أن نظام بشار الأسد ربما لا يريد الانخراط في المعركة القائمة بين حزب الله والكيان الصهيوني وكان من قبله هو لا يريد المشاركة والانخراط في الحرب ما بين قطاع غزة والكيان الصهيوني إلى أي مدى بات الأسد خارج معادلة ما يعرف بمحور المقاومة؟ أولا تحية لك وضيفك الأعزاء ولأساد المشاهدين طبعا النظام السوري منذ عهد الأسد الأب ليس مهتما بالمحاربة العدو الصهيوني فالجولان المحتل وبعد عام 1974 لم يطلق النظام السوري طلق واحدة على الكيان الصهيوني وهناك اعتداءات متكررة من الكيان الصهيوني على الأراضي السورية ولا رد على أي هجوم قام به الكيان الصهيوني على سوريا وبالتالي فما يسمى بمحور المقاومة والممانعة أنا أعتقد أنه هو بعيد كل البعد ولكن إيران التي تضع يدها الآن على سوريا وتتحكم بالشأن السوري هي التي خرطته في هذا المحور وهي التي أرادت أن يكون ولكن عمليا هو لا يريد أن يكون جزءا من محور المقاومة والممانعة لأن هناك اتفاقية سلام وفضل اشتباك بينهم وبين الكيان الصهيوني وكما قلت إيران أقحمته غصبا عنه عن هذا الموضوع أولا هناك رسائل وكل المعلومات تقول أن روسيا نقلت رسائل من الكيان الصهيوني إلى نظام الأسد أنه إذا ما تمت مشاركته في الحرب الحالية مع الكيان الصهيوني فأن نظامه سيكون متلاشي وهناك رسائل عملية وجهت إلى نظام الأسد استهدفت فيلا يتردد عليها ماهر الأسد الذي هو الحاكم العسكري الفعلي لسوريا وهذه الرسالة واضحة كما أن إيران أخي العزيز هنا يجب أن نركز على هذه المسألة إيران هي لا تريده أن يشترك في المعركة لماذا؟ لأنها تعلم علم اليقين أن الكيان الصهيوني قادر على الإطاحة برأس النظام وبالتالي تخسر إيران النظام يعني عندما تنتهي قيادة حزب الله فأن هناك الطائف الشيعية يمكن أن تكمل الطريق ولكن إذا خسرت إيران النظام فسوريا المجتمع السوري ليس في حال تأييد لملالي طهران وغير منسج معهم ويمكن أن تخسر إيران مواقعها في سوريا وبالتالي تفقد جزءا تعبت من أجل إيجاده خلال سنوات طوال ولذلك فهي رسالة من الكيان الصهيوني لنظام الأسد إضافة إلى أن إيران لا تريد أن تفرق بنظام الأسد لأن مصلحتها في بقع هذا النظام إذن إيران لا تريد التفريط بنظام الأسد أستاذ أحمد كامل يعني تجلى موقف الأسد خاصة خلال الأشهر الأخيرة امتنع فيها النظام عبر وسائله الإعلامية عن بث خطابات نصر الله والتي كانت ربما تكون مؤشرا صريحا إلى أن المواجهة بين حزب الله والكيان الصهيوني ذاهبة إلى تصعيد كبير يعني ما ذكره الأستاذ زياد هل نفهم منه أن هذا الموقف موقف نظام الأسد صحيح أنه قد أعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام على اغتيار نصر الله ولكن تعتقد أن موقف الأسد وعدم بث خطابات نصر الله خلال الثلاثة أشهر الأخيرة أن إيران ربما خسرت عنصرا من وحدة الساحات وحائط الصد لجمهورية الولي الفقيه الشعب السوري عندما أثار أسقط النظام في عام 2012 فاضطر النظام لاستدعاء حزب الله اللبناني كوة غريبة لكي يبقى في السلطة ما مشي الحال استدعاء النظام الإيراني وأتباعه في العراق وفي اليمن وفي أفغانستان وباكستان ما مشي الحال فشل النظام الإيراني وفشل حزب الله في حماية النظام فاستدعى روسيا وبالتالي الكلمة الآن في مناطق وجود النظام يعني نصف سورية يعني فقط ثلث الشعب السوري فقط ثلث الشعب السوري تسع ملايين نسمة بالضبط تسعة ونص هنين اللي تحت حكم النظام وإيران وروسيا فبشار الأسد ما عنده سلطة مطلقا والذي قرر بأنه النظام ما يتدخل في القضية الفلسطينية ولا في إنقاذ حزب الله والأرجح هو الروسي الإيران ليست الحاكم الوحيد لسوريا أبدا أبدا يوجد قوة أخرى تنافسها على نصف سوريا هو ثلث سكان سوريا ومن حيث المبدأ النظام السوري همه البقاء في السلطة أما أنه يتدمر حزب الله لا تتدمر غزة فهذا شيء لا يعنيه أبدا ويجب أن ننتبه إلى أنه في وهم إعلامي من أنه حزب الله يخوض معركة لصالح فلسطين ولصالح غزة ولكن في الحقيقة خليني أكمل معلش لا عفو توضع حزب الله لا يخد معركة يتعرض للتفكيك والقضاء عليه ما في معركة في واحد يضرب هو الطرف العدو الإسرائيلي والطرف الثاني يتعرض لضرب للقضاء عليه لا النظام السوري يتدخل وهذا لا شك فيه ولا إيران تتدخل لا أحد يساعد حزب الله الآن في ورطته النهائية هذا خلاصة الكلام دكتور أسامة مرحبا في حديث العرب لم يصدر أي تصريح وهذا غريب جدا من قبل نظام الأسد حول اغتيال نصر الله ولكن اكتفت الرئاسة السورية برسالة نعي وتعزية دون الإشارة إلى لغة الانتقام لمقتل حليف بشار الأسد القوي حسن نصر الله كيف يمكن تفسير هذا الموقف رحمن الرحيم نحن عندما نتكلم في السياسة يعني نرجح لا نجزم ولكن في قضية ضرورة وجود بشار الأسد لإسرائيل ضرورة وجوده وضرورة وجود أبيه من قبله هذه ليس فيها ترجيح وإنما فيها حقائق وإثباتات من أيام المقبور حافظ أسد وهذا القزم يعني الذي استلم فلذلك نحن يعني لا نقولها عبارة عن يعني نحن من الثورة السورية المباركة لا نقول هذا الكلام يعني للشتيمة أو لتجريح هذا النظام بشيء ليس فيه فلذلك دعني يعني الأدلة كثيرة جدا على أن هذا النظام حامي حما إسرائيل نعم هو لديه حيز ضمن استهلاك الشعار استهلاك الشعارات والاستفادة ماديا من استهلاك الشعار وبيع الشعارات وإسرائيل ليست متضررة من استخدام واستهلاك هذه الشعارات اليوم هناك فرق وهو فرق ليس كبير وإنما ربما وصل لعلم بشار الأسد بأن دولة العميقة في إسرائيل تريد تغيير العوامل التي كانت ثابتة تقريبا من 2006 حتى اليوم نحن نتكلم عن 18 سنة من الاستقرار تجاه إسرائيل الذي صنع هذا الاستقرار هو بشار الأسد حتى أن هناك طفى إلى السطح عدة أخبار على مر السنين أن حزب الله لديه صواريخ في المخازن السورية الصواريخ الضخمة الاستراتيجية لسكود كله موجود في المخازن السورية وبشار الأسد صمام الأمان حتى تجاه حزب الله نعم يوجد صراع بين إسرائيل وحزب الله لكن الصراع الطائفي الحاقد من حزب الله ضد أهل السنة السوريين خاصة وعشرة أضعاف عداءها الإسرائيل وهناك أمر مهم جدا حزب الله أو حزب الشيطان يعني لا نريد أن نتكلم بعبارات نستخدمها في الثورة السورية لنكون سياسيين حزب الله دخل في شيء مهم جدا هو أيضا استهلك الشعارات واستخدمها وحصل نصر الله حصل على أوسمة وكلام يشبه الأوسمة أنه سيد المقاومة حتى أن ذلك انعكس على تشيع في العالم كل من وراء السمعة التي حصل عليها حسن نصر الله من وراء مواجهاته السابقة لإسرائيل وكانت مواجهات حقيقية لكن ليست بمستوى التهديد الخطير لإسرائيل وعندما علمت إسرائيل أن حزب حسن نصر الله يريد المنطقة الحدودية التي فيها حاضنة شعبية مخلصة جدا له لحسن نصر الله انسحبت وأصبح حزب الله هنا حامل حما لشمال فلسطين المحتلة ولم يحصل أن حصلت عملية واحدة من خلال 18 سنة لكن الآن هناك تغير أن إسرائيل والدولة العميقة لا تريد تكديس مقاتلين ولا تكديس سلاح لا تعلم بيد من سيقع في المستقبل إلى شمال الليطاني لأن المنطقة التي هي في أصبع الجليل وشمال فلسطين المحتلة تبقى غير آمنة لا تستطيع إسرائيل أن تقول أن هناك تفاهمات مع حزب حسن نصر الله وأن هذه التفاهمات تمر عبر بشار الأسد والوسيط الأمريكي دائما موجود حتى بين إيران وإسرائيل طيب دكتور نعم ثلاث مرات الوسيط الأمريكي يشتغل علانية بين إسرائيل وإيران طيب دكتور أستاذ زياد يعني هناك من يقول أن بشار الأسد لم يتخلى عن محور المقاومة لكن المشكلة وين أستاذ زياد أن النظام السوري لا يمتلك المقاومات العسكرية لمجابهة التكنولوجيا المتطورة والسلاح المتطور لإسرائيل وأن سوريا باتت بالضبط يعني مكشوفة أمام إسرائيل وأيضا يضاف إلى ذلك أن النظام أنهك 13 سنة حرب ضد شعبه ضد الشعب السوري وهو بالتالي موقفه من محور المقاومة محور فعال ولكن تنقصه المقاومات العسكرية ما مدى مقبولية هذا التبرير أستاذ زياد كما قلت قبل ذلك يعني هو لا يريد المواجهة مع الكيام الصائب يعني الجولان المحتل منذ عام 1967 إلى يومنا هذا محتل من قبل الصهاينة والصهاينة ضموا الجولان إلى كيانهم وإلى أراضي فلسطين فهو أصلا ليس لديه النية بأن يحارب الكيام الصهايني إذا لم يرد أن يحارب الصهاينة من أجل يعني افتعادة فلسطين فالأحرى به أن يحارب الصهاينة لإعادة الجولان المحتل هو فقط يعني عقد اتفاقا في عام 1974 فك الاشتباك بينه وبين الصهاينة وعمنت له الصهايني الاستمرار في الحكم وبالتالي فلا نية له لأن يحارب الكيام الصهايني هذا لا يعني أن هناك صارقا في القدرة العسكرية بين الكيام الصهايني وبين ما يمتلكه نظام الأسد ولكن النية الحقيقية لدى النظام أنه لا يريد أن يحارب وأنه خلط يعني انتهت القصة وبالتالي أصبح هناك تساكنا بينه وبين الكيام الصهايني هو يريد فقط الاستمرار بالسلطة وأي شيء يمكن أن يقوم به تجاه الكيام الصهايني هو تهديد لسلطته وبالتالي فهو يصمت ولا يحارب ساكنا في المنازلة مع الكيام الصهايني أستاذ أحمد قيل أن روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف يعني حث نظام الأسد على الابتعاد عن محور المقاومة وحتى لا تخونني الذاكرة يعني هذا حدث في أعتقد تشرين الأول الماضي من عام 2023 ما هدف موسكو من ذلك وهو ابتعاد النظام عن محور المقاومة أولا يجب أن نعرف بأنه كلامك صحيح من أنه النظام لا يستطيع أن يواجه العدو الإسرائيلي طيب هذا ليس الآن ليس بسبب الثورة هذا منذ وجد هذا النظام هو نظام مركب ومسلح بطريقة ليس لمحاربة إسرائيل ولا أحد وإنما لمحاربة الشعب السوري فليست الثورة هي التي أفقدت هذا النظام القدرة على مواجهة إسرائيل لا هو مركب منذ تأسيسه جيش النظام والنظام كله معمول مركب مسلح مؤدلج لمحاربة الشعب السوري ولمحاربة اللبنانيين طبعا والفلسطينيين والعراقيين لضرب الشعوب المنطقة والشعب السوري فقط وليس أبدا مقاومة العدو الصهيوني أما الموقف الروسي فهو واضح جدا أعز صديقين في العالم أقرب رجلين على وجه الكرة الأرضية وأنا متأكد من هذا الكلام من مصادر أوروبية هما بوتين ونتنياهو وهم حتى من نفس الطائفة من نفس الطائفة في رابط ديني بينهما من نفس الطائفة روسيا غير معنية أبدا لا مقاومة ولا كل هذا الكلام لا يعني للروس أي شيء والنظام هو على الأقل 50% تحت حكم الروس على الأقل على الأقل والروس واضحين جدا في هذا الموضوع يعني في سماء سورية لا تستطيع في المناطق اللي موجود فيها الروسي ما أحد يستطيع أن يدخل إلا الإسرائيلي عنده تفويض فوق الصواريخ الروسية فوق المطارات الروسية فوق الطائرات الروسية يحلق الإسرائيلي مرة مرتين سابقا كان مرتين كل عشرة أيام الآن مرتين أو ثلاثة في اليوم والروسي لا يفعل شيء ولا يحذرهم ولا يمنعهم نظام الروسي علاقة الروسي بإسرائيل هي أفضل علاقة ممكن تتخيلها ما بين كيانين وبالتالي نظام بشار الأسد لا هو يريد أن يحارب الكيان الإسرائيلي لا هو قادر على ذلك لأنه تركيبة كل قائمة بيجي تجاه آخر كليا وعنده الروسي يمنعه من ذلك وأنا وأكد لك بأنه الإيراني يقول له خليك بحالة ولا تتدخل لأنه الإيراني لا يتدخل يعني الكلام يبدو كأنه فقط بشار هو الذي لا يتدخل هذا كيف صحيح إيران لا تفعل شيئا للشيعة اللبنانيين الذين يتعرضون الآن لجريبة إبادة يجب أن نعرف ذلك الآن الشيعة في لبنان مناطق الشيعة اللبنانيين تتعرض لجراء فضيعة جدا 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 ويتم محو كل وجود شيعي في لبنان وإيران لا تفعل شيئا بشار لا يفعل شيئا طبعا ولكن إيران لا تفعل أيضا لا تفعل أي شيء مطلقا دكتور أسامة كما تعرف الزيارات الإيرانية دائما سواء كان لسوريا أو العراق أو حتى الحوثيين في اليمن هي تأتي هذه الزيارات لفرض إملاءات وشروط يتبناها النظام الإيراني وتطبق على سوريا والعراق وأيضا الحوثيين في اليمن ولكن يعني زيارة وزير خارجية إيران عباس عراقشي وأيضا التقى بالرئيس بشار الأسد قبل عدة أيام هل نعتبره دليلا قاطعا على بقاء النظام السوري ضمن محور المقاومة ربما العكس لأنه الكلام يتقطع ولكن نحاول أن نوصل الكلام مع بعضه البعض وأرجو أن ننسجم مع جيوبتنا لأننا نقول عن النظام أنه نظام حامي حما إسرائيل بأدلة كثيرة اليوم أرى أن إيران قد باعت أذنابها يعني باعت حزب حسن نصر الله هذا الأدلة عليه طبعا نحن لا نجزم ولكن نرجح ونرجح بالنسبة عالية لأن إيران فعلا تخلت عن حسن نصر الله وهناك أقوال كثيرة بأنه حتى المعلومات التي أفضت إلى قتل حسن نصر الله ووريث حسن نصر الله ووريث وريث حسن نصر الله كما صرح نتنياه هذا الأمر أيضا أنه الاختراق أتى ربما من قبل إيران لأنه اغتيال حسن اغتيال هنية اسماعيل هنية في وسط طهران نعم يؤكد الاختراق الموجود في الصفوف الإيرانية لماذا لا نقول بأن وزير خارجة إيران أتى ليبلغ بشار الأسد بأنه ضرب مضرب أصحاب هالمرة حتى الحيز تبع استخدام الشعارات اللي كنا نستخدمه كإيران وأنت تستخدمه وحزب الشيطان يستخدمه وإلى آخره قد ضاق كثيرا لأنه الدولة العميقة في إسرائيل تريد شيء آخر تريد تطمين من هم يسكنون في أصبع الجليل وشمال الخلاصطين المحتلة إلى آخره أنا أرى أنه إيران نفسها إيران لا تريد المواجهة إيران على فكرة عسكريا هي اللقمة السائغة أمام التومهوك وأمام الصواريخ متوسطة المدى التي تصل إلى أهداف ثابتة ترجع إيران إلى العصر الحجري وأمريكا عالنا اليوم أشياء علنية تقول لإسرائيل لا تضريب النفط الإيراني لماذا؟ حتى لا يكون هناك طفرة في ارتفاع شديد لأسعار النفط فالموانئ النفطية والمخازن النفطية وأبار النفط الإيرانية هكذا كراحة اليد تستطيع إسرائيل وتستطيع أمريكا إذا سعدت إسرائيل أن تضربها بكل بساطة لذلك حتى المفاعلات النووية أو المنشآت النووية الإيرانية أنا أعتقد أن الظرف مناسب لإسرائيل أن تضرب هذه المنشآت واليوم إيران أمام مشهد تقني أنه مهما كان تحت الأرض تخبئ مفاعل أو أشخاص فإسرائيل لديها التقنية اليوم أن تخترق يعني 15 طابق 16 طابق أو أكثر من ذلك إيران اليوم تبيع أنا أرى أنها باعت باعت أذنابها باعت حزب الشيطان حزب الشيطان وأكد مرة أخرى كان لابد أن ينسجم مع شعاراته لأنه عبأ الناس عبأ الشيعة فعلا لبنانيين لفترة طويلة جدا وهذه التعبئة إعلامية وداخلية وخارجية إلى أخرى وهذه التعبئة كان لابد أن ينسجم معها وضرب العمود يعني حتى ولم يفعل شيء لإسرائيل ضرب العمود وأقالت إسرائيل أنه يضرب العمود بمستوطنة ما أعرف ما اسمها والله عم يضرب العمود ولذلك هذا الاستعراض كمان إسرائيل لأنه فيه هجرة أصارت من شمال فلسطين محتلة ارتعدوا عن الحدود فإسرائيل قررت الدولة العميقة أنه لا كفى اذهبوا خارج الليطاني والمواجهة ستفضي في النهاية إلى وجود جيش لبناني في الجنوب وانتهاء قوة لن ينتهي حزب الشيطان سيبقى ولكن تقليم أظافر قوية هالمرة لأنه إيران في خطأ إيران تعلم بأنه الحيز أمامها الاستيلاك الشعرة قد ضاق وتستمر تستمر المساومات عن طريق أمريكا تستمر الاتفاقات اتفقوا في أفغانستان وفي العراق وفي سوريا أعطوهم الضو الأخضر لإيرانيين أن يتدخلوا أمريكا تفعل ذلك لذلك هذا الأمر والوساطة الأمريكية قائمة تخيل تقول لإسرائيل لا تضربي منشآت النفط وأعوضك تخيل أمريكا سنعوضك لا تضربي كذا وافعلي كذا إذن الأمر يبدو أنه هناك أيضا رسالة من أمريكا أعتقد من أمريكا إلى إيران كما قلنا الوساطات والمفاوضات مرة بقولك عمان يعني هي التي استضافت الوساطة الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية ومرة بقول لك كذا وكذا لكني أعتقد أن الأمور مباشرة اتفاقات من تحت الطاولة وأعتقد أنه إيران أبلغت من قبل أمريكا أنه هذا الحيز الذي يعني سمحنا لك به انتهى وهناك تغيرات وربما حتى رسالة من أمريكا إلى بشار الأسد مباشرة لا يجد الآن شيء غير مباشر يا أستاذ العزيز دائما الآن مباشر خليه يقول له خلاص هذا الحيز روحه لا كثير تهدم لحسن الصينة وانتهى الموضوع أستاذ زياد هناك شائعات وأنت إعلامي وتعرف الفرق بين الشائعة والقول الشائعة لا مصدر لها هناك من يتحدث وأطراف قريبة من إيران تقول بأن أطراف من النظام السوري على تعاون مع الأجهزة الإسرائيلية والأمريكية والتي زودتها بمعلومات عن مواقع إيران وحزب الله داخل سوريا طبعا وهذا ينعكس أيضا ويمتد إلى ما ذكره الدكتور أسامة بأنه إسماعيل هنية قتل واغتيل في قلب العاصمة طهران وأيضا هناك معلومات تزود الطرفين الإسرائيلي والأمريكي بمخازن ومصانع الأسلحة ومواعيد تحرق قيادات عسكرية ووصول شحنات عسكرية هذه المعلومات نقول إشاعا نؤكد على ذلك أن النظام السوري هو الذي يعطي الإحداثيات معقول يحاكي المنطق أستاذ زياد كل شيء معقول يا عزيزي في هذه الأيام يعني أنا أريد أن أذكرك بأن معظم الآن الموجودين ضمن حزب الله أو كثير من الموجودين ضمن حزب الله كانوا في جيش لبنان جيش اللي خلقته إسرائيل في جنوب لبنان جيش لبنان الجنوبي كانوا في ألفين مواحد عنصر عملوا مع القيان الصهيوني لسنوات وعندما انتهى هذا الجيش عادوا إلى بلادهم ومعظمهم الآن يعمل مع حزب الله هؤلاء يعني حتما الكثير منهم يمكن أن يكون لديه ارتباطات في النظام السوري هناك الكثير من الفجوات والفجوة الأكبر أنا أقول بأنها من إيران هناك أعين للكيان الصهيوني في إيران وأكبر دليل على ذلك أن الكيان الصهيوني يختارهم في الشقق ضمن عمارة في شقق معينة يختار ويصيب أهدافه بدقة فهذا لا يمكن أن يكون عبارة عن يعني تحميل إنما معلومات تصل من الطرف سواء من الإيرانيين أو من السوريين ومن جماعة حزب الله فهذا أمر يمكن أن نقول بأنه ممكن في ضمن هذه الظروف وخاصة يعني أن الكيان الصهيوني استطاع عندما نتحدث على قضية البجرات نعم يعني تسع سنوات وحزب والكيان الصهيوني يتجسس على مكالمات أعضاء حزب الله ضمن البجر وبعد ذلك فجرهم جميعا هناك اختراق كبير للكيان الصهيوني للأسف في هذا المجال والكل مستريك وأنا كما قلت أقول إشاعة ولكن الوقائع تدل على أن هذه الإشاعة حقيقة هناك اختراق كبير من كل الأطراف في المنطقة سواء من حزب الله أو من الإيرانيين أو من بعض السوريين الذين ارتبطوا مع حزب الله وبالتالي المنفع المادي هي الأساسية في هذا الممر أستاذ أحمد هناك من وصف النظام السوري بأنه ناكر للجميل حيث أن حزب الله بشخصية حسن نصر الله قد وقف بجانب النظام منذ الدلاع الثورة 2011 بكل تجهيزاته حتى أن تصريح معروف وذكرته في المقدمة أن حسن نصر الله قال بأنه مستعد أن يذهب بنفسه إلى سوريا لمحاربة من وصفهم بالإرهابيين ولكن الأسد قابلها بالنأي عما يجري في الضاحية الجنوبية لكن في هذا الإطار محللون وصفوا موقف النظام السوري بالتمويه والخدعة والمناورة وأنه بالتالي سينخرط بجيشه وشبيحته في هذه الحرب هل هذا وارد غير وارد لا يريد ولا ما عنده قدرة ما عنده شي النظام السوري يعني نحن تجاوز أن نقول النظام هو لا شيء هو يعني لا يتحكم بشيء في سوريا ولا قراراته يعني مثلا المبادرات النظام الإيراني الروس المحتل الروسي بده من النظام السوري يتصلح مع تركيا إيران ما بدها فهو بحتار مين يرضي خليني أبسط الموضوع بطريقة بكلام شوي غير مناسب ممكن بشار الأسد مثل إمرأة متزوجة رجلين أو 3 أو 4 ومحتارة مين ترضي فيهم وضع الشاز غير طبيعي ما عنده القدرة أنه يساعد حزب الله ولا عنده الرغبة أبدا 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 ولذلك ما يحصل الآن حدث خطير جدا وستترتب عليه نتائج هائلة الشيعة في لبنان الآن وأنا أحدثك لا يوجد شيعي لبناني واحد نايم في بيته كل شيعة لبنان نايمين في الشوارع نساء ورجالا وأطفالا والصبايا في الشوارع أو في البيوت التي يعطيهم إياها السنة أو المسيحيين ولا شيعي واحد أكرر وأنا متأكد من كلامي ولا شيعي واحد ولا شيعية واحدة في لبنان ينام في بيته الضاحية الجنوبية فارغة مطلقا والإسرائيل عم بيدمرها تدمير منهجي وفيه أكثر من 30 بلدة شيعية لبنانية ما عد لها وجود والآن كنت أسمع قبل قليل واحد من كبار السياسيين لبنانيين قال لك الموضوع لسه طويل يعني ما رح ينتهي بعد كم يوم لا طويل جدا وسوف ينتهي بإفناء هذه الطائفة الشيعة في لبنان وهم ينظرون بدهشة ولا يصدقون أنا أعرف كثير منهم أصدقائي جدا نعم لا يصدقون ما يجري وين بشار بالضبط كلامك صحيح كلامك صحيح حزب الله وقف مع نظام بشار الأسد بمنتهى الإخلاص بالضبط بمنتهى الإخلاص الإجرامي طبعا صحيح عمل كل ما طلب منه في سوريا حزب الله قام بأقصى ما يستطيع وكتل منه ألفين في سوريا ألفين مقاتل والاختراق العظيم اللي نحن شايفين نتائجه الآن بدأ في سوريا في الإعلام الغربي هناك إجماع على أن الغلطة الكبيرة التي أودت بحزب الله وكشفته أمنيا هذا الانكشاف كانت دخول سوريا كان موجود في بيئة مؤيدة له حاضنة له صغيرة جدا 50-60 كيلو 50-60 كيلو بالحدود جنوب لبنان راح لمية وخمسة وثمانين ألف كيلو كان في بيئة مؤيدة له راح لبيئة معادية له كليا كان فقط هو حاكم جنوب لبنان راح لمنطقة فيها الأمريكي والفرنسي والبريطاني والتركي وداعش والنصرة والبيكيكي وفيها الإيراني وفيها الروسي وفيها نظام وفيها نظام تستطيع أن تشتري أكبر رأس منه ببضعة قروش الغلطة الأعظم التي ارتكبها حزب الله هذا بيجمع العالم كله كانت دخول سوريا والاختراق بدأ من هناك وظل يكبر 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 حتى انتهى الحزم نحن لازم نعترف أنه حزب الله هزم وارجع بقول الشيعة في لبنان بصدمة مدهلة ومعهم حق في ذلك هم وقفوا مع إيران مئة بالمئة أطاعوا أوامر إيران مئة بالمئة وتاعدوا النظام الأسدي مئة بالمئة مئة بالمئة والنتيجة لا النظام السوري ولا بكلمة لا يقف معهم ولا النظام الإيراني يقف معهم ويتركهم يهانون إهانات ويقتلون مقتلة فضيعة لسه ما يستطيعون أن يدفنوا بالضبط حسن نصر الله لم يدفن لحد الآن نائب حسن نصر الله تحت الأرض ب30-40 كيلومتر هاشم صفيدي نعم تأكله الفقران والجرذان الآن نهاية من أبشع ما يكون وذلك الآن الشيعة العرب كلهم لازم يفكروا وما يسمعوا كلامنا ما يسمعوا كلامنا بس يشوفوا بدون الجعجعة يشوفوا الأمور كما هي وهنا نعم بيشوفوا وعن نسمع أصوات عمرنا ما سمعناها لأنه المشهد مريع بالنسبة لهم تم استغلالهم وقتلهم لصالح النظام الإيراني والنظام السوري والنتيجة أنه لما هم بحاجة مساعدة جاءهم صفر من المساعدات صفر مطلق نعم دكتور أسامة حسب المصادر الصحفية تتحدث أن هناك دور من قبل الإمارات والمملكة العربية السعودية في سحب النظام السوري من محور المقاومة أو خارج المحور وتشجيع عبر العلاقات الثنائية بتقديم مساعدات اقتصادية من أجل إعادة الإعمار طبعا مقابل كما ذكرت هو خروج النظام السوري من ما يسمى بمحور المقاومة المساعي بالضبط قد بدأت بإعادة العلاقات الدبلوماسية فتح السفارات وعودة النظام إلى الجامعة العربية هل هذه الخطوة كفيلة بابتعاد سوريا عن محور المقاومة أم تعتقد أن لإيران الكلمة الفصل يريدون عودة النظام إلى الحظ العربي ولكن كيف سيقابل هذا الموقف من قبل إيران تدخل إيران العسكري عبر الميليشيات والمال الذي دفعته إلى هذا النظام الساقط حتما لم يكفي علينا أن نعلم أن لو لا التدخل الروسي الروس قالوا بأنه خلال أسبوعين كان سيصفت الروسي التدخل الروسي والجارديان ذكرت في تقرير لها منذ خمس سنوات قالت بأنه في 2015 في زيارات سرية للسعوديين وربما أيضا معهم الإماراتيين لكن ذكرت السعوديين بالاسم أقنعوا روسيا ووافقوا وأقنعوا روسيا بأن تتدخل في 2015 في سوريا وهذا التدخل كان عطافة تاريخية ربما لصالح النظام عسكريا وستراتيجيا بغطاء جوي وبالتخطيط وبالمعلومات إلى آخره السعوديون شاركوا في إخماع روسيا وأكيد بتمويل أو جزء من تمويل العمليات في سوريا العمليات الروسية في سوريا ساهموا بالتمويل وهناك إشارات من قبل حول الإمارات عندما زودت النظام في بداية الثورة بسيارات مصفحة اختصاصها ضرب الثوار وقتل الثوار واقتحام المظاهرة أنا فقط أريد أن أقول لك أن الجميع يتآمر منذ البداية حتى الذين قالوا أنه والله يا دول صديقة لما يسمى بالمعارضة السورية لم يكونوا أصدقاء وكانوا يمكن جواسيس أكثر منهم أصدقاء وما ذوفع يا رجل للجيش اللبناني دفعوا مليارين ذهب أغلب المبلغ عساس للجيش اللبناني ذهب أغلب المبلغ في 2013 أو 2013 دهايته دفعوا مليارين للجيش اللبناني ذهب أغلب المبلغ لحزب الشيطان وأنا أجزب بأن السعودية في كل تدخلاتها ضمن الفصائل وفي سوريا لم تدفع هذا المبلغ على مطلق أقل من ذلك بكثير الموضوع يا سيدي دعنا نلقي الضوء في هذه الحلقة يعني ربما لا يوجد سؤال لديك أنه لماذا يحصل ذلك اليوم في لبنان لماذا يحصل كل ما يحصل ونحن نغض النظار عن غزة سأقول لك أمر وأنا مسؤول عنه أنا زرت غزة عبر الأنفاق في نهاية 2012 وأعلم أن المقاومين الفلسطينيين بكل أصنافهم بين قوسين السنة العرب هم ليسوا رصيد لإيران على الأطلاق كلهم نسبة 95% مؤيدين للثورة السورية المباركة والله يبكون التقينا بهم أربع أيام في 2012 دهاية 2012 شهر عشر 2012 والله يبكون كلهم مع الثورة السورية المباكة وما زالوا بتشيل 200 شخص نافق وهو يظهر غير ما يبطن وبيشكر إيران من تجين تجي الفلوس تشيل 200 كوبهم بالزبالة البقية الباقون اللي بيقول هؤلاء رصيد لإيران لا يعلم شيء هؤلاء رصيد لنا هؤلاء فقط أنا أريد أن أوجه المقارنة أو الضوء على المقارنة التالية انظر إلى وغير صحيح أستاذ أحمد كامل يقول لك والله البلدات الشيعية أبيدت لا المقرات تبع حزب الله وما حوله وعمل انطلعه خلص بيت بيتر من هون وخلص بيت بيتر من هون لكن انظر ما حصل في غزة عملية إبادة استمرت لأكثر من سنة اليوم ولاحظوا الصمود ولاحظ صمود الحاضنة الشعبية الفلسطينية اسرائيل قالت لهم اذهبوا إلى جنوب شرق غزة مناطق قريبة من الصحراء نؤمن لكم كل شيء رفضوا الحاضنة رفضت الحاضنة تعود إلى شمال غزة اليوم هذا الصمود أسطوري علينا أن نسجله وكل ما يحدث هو من أجل أن يستأصلوا ويتفره باستئصال أهل غزة حجر وبشر ولذلك هذا هو المغزى يجب علينا أن نحروم حول هذا المحور الذي يعني حقيقة غير مسبوك غير مسبوك هذا الصمود أبدا أبدا بكل اتجاهاته اتجاه الحاضنة الشعبية وبطولة المقاومين وما يفعلونه بإسرائيل منذ سنة إلى اليوم أستاذ زياد هناك مخاوف نقلت إلى بشار الأسد في عدم مشاركته في الحرب على جنوب لبنان على حزب الله تحديدا أنه من غير المستبعد أن تستهدف إسرائيل بشار الأسد شخصيا وبالتالي أنه لا بد من الخروج من محور المقاومة للحفاظ على حياته طبعا هذه بحسب مصادر أوروبية نقلت عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنا بالبداية أقول لك هو ليس مهتما بالمقاتلة الكيان الصهيوني بينه وبين أكررها لمرة الثالثة بينه وبين الصهيين اتفاق وغير مهتم لا بتحرير جولان ولا بتحرير فلسطين ولكن لا شك أن الكيان الصهيوني إذا ما أراد أن يلعب بذيله ويشارك مع الفلسطينيين ف يعني يصطادون يصطادون هؤلاء الذين يركبون دراجة ويلاحقونهم وفي شققهم وبالتالي الأسد يعني معروف أين هو لا يوجد أنفاق ولا يوجد أي شيء وبإمكانه أصطعين أن يصطادوه في أي في أي لحظة ولكن لا ولن يفعلوا ذلك لأن وجود النظام واستمرار النظام خدمة لهم يعني أنت شفت سوريا سوريا هذه قلب العروبة النابضة التي كانت شعلة ضد الصهيوني والشعب السوري الذي كان داعم الأساسي للفلسطينيين تراه منذ أن أتى الأسد في عام 1970 إلى يومنا هذا ماذا فعل بالشعب السوري الشعب السوري الآن جائع ولا يستطيع تأمين لقمة العيش هكذا أوصلنا هذا النظام وبالتالي كذلك فمهما فعل هذا النظام لا يمكن للصائل أن يطيعوا به لأنه وجوده ضروري لتحقيق غاياتهم المستقبلية سوريا في ظل هذا النظام وفي الوضع الحالي وفي وجود سلطات أمر واقع وشعب جائع نعم وفي طريقه إلى التقسيم سوريا في طريقها إلى التقسيم والذلك ضروري أن يستمر هذا النظام لتحقيق غايات الكيان الصيوني التي عجزت عن تنفيذها قيلة 75 عام أستاذ أحمد بدقيقتين لو تفضلتم والوقت أدركنا نأي الأسد عن محور المقاومة هو السبب الاقتصادي حيث تراجع الدعم الاقتصادي الإيراني للنظام إيران تطلب وطالبت بتزديد ديوم بذمة نظام بشار الأسد 50 مليار دولار والنظام بشار الأسد لا يستطيع يعني ليس لديه القدرة على التزديد إذن السبب الاقتصادي وبالتالي هو ربما في طور الخروج من ما يسمى بمحور المقاومة بدقيقتين أستاذ أحمد أولا كلمة محور المقاومة هي مسرحية يعني هي تحشيش سياسي ما عمره كان في شيء حقيقي اسمه محور مقاومة ولا مقاومة هذا كله كان لعب من قبل النظام الإيراني مع عملاء له في المنطقة لتحسين مواقعه التفاوضية ولتحسين ظروفه هو عمره ما كان في مقاومة حقيقية لا من النظام السوري ولا من حزب الله ولا من النظام الإيراني ولا من كل أتباعه في المنطقة الموضوع كله لعبة وضحك على الناس البسيطة لإلهاء عن قضاياهم وللتمهيد والتمكين للنظام الإيراني للسيطرة على المنطقة ما في شيء اسمه محور مقاومة على الإطلاق يعني كله كلام للمسطاء الناس البسيطة جدا وللأسف في حملات إعلامية الآن خلت كثير ناس تصدق هذه الكذبة ولكن الآن هي اللحظة الحاسمة لكي يستفق الناس من هذه الكذبة في نهاية هذا اللقاء من برنامج حديث العرب الذي تناولنا فيه الخرج نظام الأسد من محور المقاومة أتوجه بالشكر الجزيل حيث كان معنا عبر سكايب رئيس هيئة الإنقاذ السوري الدكتور أسامة الملوحي دكتور أسامة شكرا جزيلا لكم وكان معنا الكاتب والصحفية الأستاذ أحمد كامل أستاذ أحمد شكرا جزيلا لكم وكان معنا أيضا الإعلامي والباحث السياسي الأستاذ زياد المنجي شكرا لكم جزيلا أستاذ زياد وشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا إلى اللقاء اشتركوا في القناة